بضلاً عن معالجة الاختلالات الهلكلية للنظام المالي العالمي الذي يتحدي من قدراته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات وطبعاً زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيراً على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال السبعين دا منين سنة حصلت تطورات كبيرة جداً جداً وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن نحن نتحرك في تطويره عشان يجاب هذه التحديات ونقدر أن هناك حاجة لتبني ونزول شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدلته والصدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات السنة ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزواج الدولية المتعاقبة حخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها ووصلنا إلى معدل نموه 6% وكل الأمور كانت مبشرة جداً جداً لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتحقق الهدف اللي احنا من أجله أمدنا برنامج الإصلاح لسوء الحظ خلال أزمة الكوفيد-19 والأزمة الروسية الإلكلونية أنا بقول أن ده كان ليه تأثير سلب كبير جداً جداً على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه ومنها ارتفاع التدخم العالمي لمستوات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وانتدادها للدول النامية متوسطة الدخل يضاف إلى ذلك جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروطيات المقتردة بها هنا أيضاً مهم أول أن أقول في النقطة دي أن احنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي احنا عملنا بها خطة التنمية المستدامة برضو هذا الأمر نتيجة الزنوف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعبات كبيرة جداً أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة ديون وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على أن احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية لذا فإننا نتطلع لإسام قمة المثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بالتركيز على تنفيذ متوسيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سيكرتير عام من أم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية بما يتصف مع الأولويات الوطنية تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحولة دون اندلاع أزم الديون كبرى مع استحداث آليات جاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضت وبتوسطة الدخل فضلا عن التواصل في مبادلة الديون من أجل الطبيعة كذلك توجد ضرورة لصح الهيكل المال العالمي لتعزيز سنويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزباد في هذا السياق ضرورة تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة لأطراف لتعظيم قدراتها على الإقراض وتسير نفاذ الدولة النمية له وكذلك تعزيز الحوار بينه وبين وكالات التصنيف الانتماني لزيادة قدراتها على الإقراض دون المساز بتصنيفها علماً بعد المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات ختاماً في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير مناخ والذي يمثل خطراً وجودياً ومن ثم فأنه يعد هدفاً عالمياً لتحقيق المصلحة المشتركة للنمية وليس شأناً خاصاً بالدول النمية اسمحولي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد لأنه تزيد عن الوقت المخصص يعني أنه أنا أقول لكم جميعاً أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقتي مبكر جداً ويمكن إحنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جداً في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقل هذا المؤتمر وبقول فيه أن إحنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جداً جداً يستهدف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جداً حتى 2030 وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي إحنا بنتكلم فيها بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول لحماية وتنمية البيئة مثال يحنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوصل هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جداً جداً وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جداً جداً اتعمل برنامج خلال السبع سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماماً للبيئة وده أكلف الدولة المصرية أموال ضخمة جداً جداً للحصول على هذا الهدف في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة أو تم تدويرها أهلاً بنتكلم بنتكلم في أكتر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراع حتى يتم استخدامها أكتر من المرة بنحق بيها هدفين؟ الهدف الأولان أننا عارفين أن يبقى فيه مياه إضافية كحسس من نهر النيل حيب أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المياه وما تبقاش ملوثة للبيئة كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة ومتجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق وستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جداً جداً وتعاملت خطة خطة ديون لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قادرين على أن احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال الثلاث سن اللي فاتوا أنا قدر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية أنها تراعي هذا الأمر مش بس لمصر لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي الظروفة شكراً جزيلاً شكراً شكراً للمشاهدة